الانتشار الكاسح لفيروس زيكا الذي ينتقل بلسع البعوض ضفع بمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماعا لتحديد ما إذا كان انتشار الفيروس الذي يشتبه بأنه يسبب تشوهات خلقية يشكل حالة طوارئ للصحة العامة في العالم وسيعقد الاجتماع بشكل مؤتمر هاتفي بين مسؤولين في منظمة الصحة العالمية وممثلين عن دول ينتشر فيها الوباء بالإضافة إلى خبراء وقالت مديرة المنظمة مارغريت شان أن علاقة الفيروس بزيادة حالات الصغر الجمجمة عند الموليد الجدد موضع اجتباه قوي مع أنها لم تثبت بشكل نهائي وكانت حذرة البرازيل التي تشهد أوسع انتشار لفيروس زيكا من الارتفاع غير الاعتيادي في عدد الموليد المصابين بصغر الجمجمة في شمال شرق البلاد سيما أن الفيروس يصيب بشكل خاص النساء الحوامل في غضون ذلك ازدادت مخاوف الأطباء من أن يؤدي انتشار الفيروس إلى زيادة كبيرة في عمليات الإجهاد السرية الخطرة في البرازيل والتي تعد غير مشروعة وفقا للقانون البرازيلي باستثناء حالات الاغتصاب وعندما تكون حياة الأم مهددة كما دفع الانتشار السريع لفيروس زيكا في 22 دولة في الأمريكيتين بعض الحكومات إلى توجيه النصح للنفاء بعدم الحمل ترجمة نانسي قنقر